النادي الأهلي بيتلقى الهزيمة التانية له في الدوري قدام فريق تيك تيكي رائع جدا جدا هو غزل المحلة بكبتن خالد عيد قدمه مباراة ممتازة واستحقه بكل غدارة الانتصار على النادي الأهلي بهدف نظيف عشان يلحقوا به الهزيمة التانية له في الدوري بعد هزيمة مطش سموحة النادي الأهلي خسر المباراة تيك تيكيا ما لهاش اي سابق اخر تيك تيكيا في ارض الملعب النادي الأهلي فقد كل الامور الفنية قدام فريق قوي جدا قدام فريق صالد قدام فريق متماسك قدام فريق بيلعب بخطوط ضيقة جدا قدام فريق بيعرف امتى يضغط وامتى يلعب على الهجمة المرتدة رغم الفوارق الفنية الكبيرة بدون شك بدون شك النادي الأهلي في بعض الاخطاء التحكمية اللي تعرض لها في المباراة سواء من ركل الجزاء الصحيحة من وجه النظر لمحمد هاني في نهاية الشتب الاول وطبعا كان في حالة طرد مليون في المية في بداية الشتب الثاني مع عرقالة محمد شريف لكن دي فيه الامور التحكمية لكن فنيا النادي الأهلي ما كانش يستحق حتى نقطة التعادل لان النادي لغازل المحلة مع وضعا في الاعتبار ازاي ما قلت الفرقات الفنية والفردية ما بين الفرقتين كان يستحق الانتصار ليه غازل المحلة تفوق تكير ليه طريقة الكابتل خالد عيد عرفت تتعامل مع اسلوب بيتسو موسماني وتقفل عليه كل منافذ اللعب ده اللي احنا هنشرحه مع بعض على البورد كابتن خالد عيد في بداية المباراة بصفته يعني صاحب الملعب لعب بطريقة اقرب الى اربعة خمسة واحد واهم شيء في الطريقة اللي لعب بها دي انه ما دغطش النادي الأهلي من نص الملعب كابتن خالد عيد على خلاف كابتن احمد سامي على خلاف الكابتن حلمي طولان على خلاف الكابتن ردش حادا اختار انه يسيب الكورة للنادي الأهلي في وسط ملعبه وما يدغطش التلات اندية اللي انا ذكرتهم دول كانوا قالوا لك لا انا عندي من الامكانيات اللي تخليني اضغط النادي الأهلي في نص ملعبه وفعلا عملوا على النادي الأهلي كانت خالد عيد قال لك لا انا مش هعمل التكتك ده انا هوقف لعبتها هسيبي النادي الأهلي يطلع بالكورة زي ما هو عايز وانس انه يوصل لغاية نص الملعب هبدأ اواجه وحتى انبالح اعضاك الكلوك خدت بالكو من اندعبت المحلة بيقولوا البعض ما تدغطش اقف لغاية هنا ما تدغطش ليه هم مش عايزين يعدوا الحتة دي عشان دايما يعملوا ان هم بيحافظوا على مخزونهم البدني لغاية الديئة 90 هم اهم نقطة عملوها ما جرجروش لطريقة النادي الأهلي انه يتعبك بدنية النادي الأهلي لما بيمر الكورة كتير في نص الملعب هنا هو بيبقى عايز يسحب المنافس عشان يخليه يتعب بشكل بدني كتير عشان ما يقدرش يلعب 90 دقيقة كمية وفعلا لعبة النادي غازل المحلة لغاية طريقتهم في نهاية المباراة حصل لكذا لعب عندهم شد عضلي في نهاية المباراة وقفوا تماما وهم كمان بيلعبوا تنصف مع عاما ما بالك بقى لو كانوا بداية المباراة ضغطوا بطول الملعب فاول نقطة لاحظناها النادي غازل المحلة كان بيقابل اول ما النادي الأهلي يمر من نص الملعب لازم بقى نقطة نحطها في اعتبارنا ودي خطأ عند الجهاز الفني لنادي الأهلي وبيتس موسماني اي هي وانت بتحلل المنافس بتاعك لازم تعرف انت هتلعبه فيه الملعب اللي هلعب فيه ديق ولا واسع نقطة مهم لان وانا بلعب في ملعب ديق هلعب بخطة وهلعب بتاكتك مختلفين تماما عن ان انا ألعب على ملعب واسع ملعب غازل المحلة ملعب عريض بالجنب ملعب عريض جدا وبالتالي ده بيخليك انت النهاردة مضطر انك تغير من انتشار لعبتك عشان ما يبقاش فيه فجوات مبارح بالطريقة اللي بيلعبها الكابتن خالد عيد كنا حاسين ان الملعب لعبة غازل المحلة اكتر من لعبة الاهلي هل هم لعبوا 12 او 13 او 14 لعيب مستحيل لا طبعا بس انتشارهم في الملعب افضل من انتشار النادي الاهلي ده تسبب فيه امرين تسبب فيه النادي الاهلي عامل ميس باس كتير جدا 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 طوال المباراة واضطر انه يلعب كرات طولية وتسبب انه بيخدش كرة تانية نفس الطريقة اللي لو تفتكروا قلناها في تحليل ماتش سيمبا سيمبا في دورة ابطالة افريقيا لما قدر ان هو يجبر النادي الاهلي ان يلعب كرات طولية وياخد هو الكرة تانية الحاجتين دول لما بيحصلنوا للاهلي بتلاقي ان الفرقة خلاص خرجت برا المود الفرقة وقت تتعصب وادا لعبتها بقى عصبي جدا وعشان كده شفتوا شروط تاني خلاص بيتسو موسيماني راح هوب بنازل وولتر بواليا جان بمروان محسن ولعب بدأ يغير الطريقة لـ 4-4-2 ويلعب على الكرات العرضية فالاختبال الحقيقي لخالد عيد كان الشروط الاول ازاي تجبر النادي الاهلي وهو لسه نازل فريش انه ما يهددش مرمان كتير ورغم من طبعا حسين الشاحات يعني وصلت له كورتين بشكل مميز جدا جدا داخل جزاء هو ما استغل لهمش النادي الاهلي بخلاف البداية دي ما كانش قادر انه هو يجاري نادي غزل المحلة في الكرة التالية تعالوا على البورد نشرح الشكل اللي بدأ به النادي الاهلي النادي الاهلي يبيع بالـ 4-2-3 وزي ما قلت ان الكرة انت بتطلع بيها بشكل عادي جدا النادي غزل المحلة بيقابلك من عند مص الملعب النادي الاهلي الطبيعي الطبيعي لما بتلعب على ملعب واسع كان لازم فيتسو موسماني ما يقولش لطاهر وحسين الشاحات ان هما يضموا للداخل ما ينفعش غلط ليه بقى غلط لان انت طالما بتلعب في ملعب واسع كان لازم تقولهم دايما استلموا على الخط عشان تجبر الاتنين بتاع غزل المحلة ان هما يستريتشوا الملعب لما يستريتشوا الملعب هيبقى هنا فيه فجوة ما بين الفول باك وما بين المساك يقدر حدم الخط الوسق او حتى لو انت طيارة الفول باك بتاعك هو اللي ياخدها ما يبقاش هو اللي على الخط لازم تعكس لازم هنا تعكس يعني ايه لازم هنا هو اللي يعمل للملعب عشان يستلم من ان هو يعني انت نهاردة تلعب الكرة الطولية يستلم من هنا وانس ان هو استلم من هنا حطي ساعتك الفول باك بتاعك هو اللي ياخد المساحة دي هنا انت هتعمل دربكة وخلخلة لتفاعل منافسة لكن ده ما حصلش احنا دايما كنا بنشوف ان حسين وطاهر بيلعبوا للداخل عشان يعملوا نفس الخطة المعتادة انهم بيسيبوا الخط للفول باك بس هنا لازم اخدوا بالك من حاجة الوقت اللي انت هتاخده عشان تفتح الملعب للفول باك اللي وراك ممكن الكرة تقطع منك ولما تقطع منك كان ايه اللي بيحصل كان اللي بيحصل على طول الكرة تلعب ورا الفول باك ودي كان طريقة الكابتن الخارج عيد تاني غلط النادي الاهلي فين غلط النادي الاهلي انه كان بيعتمد على ان الوينجر هو اللي يقطع ما بين المساك والفول باك لأ ما كانش ينفع كان لازم الوينجر هو اللي ياخد الخط يفضل على الخط فات عامل استريتش للملعب عشان يضمن ان الرجل الفول باك اللي قدامه ثابت معاه فانت كده عزلت الفول باك اللي اتنين عن الاثنين مساكين لان الملعب واسع ملعب عريض فانت مش عايف تنتشر فيه كويس والملعب زي ده لو انت مجريتش كتير مش هتقاف تغطي المساحات اللي فيه الملعب مساحته كعرض اكبر بكتير من مساحة الملعب انت بتلعب عليها التانية وهنا نادي غزل المحلى عامل ايه نادي غزل المحلى عامل لك ان هو في نص الملعب كماشة كماشة وخلى الخناءة فين خلى الخناءة على الطرف العوم كنسة تماما ليه؟ لان فيه لا يقل عن اربع لعيبة اربع لعيبة في نص الملعب فانت مستحيل فعليا لو لعبت الكرة التانية هكتاخدها ليه؟ لان افشة وديانجي الوحيد في نص ملعب ده دي اهلي اللي بيجلبت غير كرة السلية بيجوك زي ما قلنا. مش هتقدر تعتمد عليه في الكرة التانية كتير. ديف عكاية طبعا تدخلات العنيفة كان بيعملها لعيب الغزل المحلة. فتاني الغلطة اللي واقع فيها بيتس موسيماني انه مدرس ملعب المحلة واسلوب لعب المحلة. هم دول اللي خلوا نادي غزل المحلة يقدر ان هو يقفل العمق قدام النادي الاهلي ويكبره يلعب الكرات الطولية اللي كان طبعا سهل جدا جدا. ان الدفاع لدي غزل المحلة يتعمل معه وينزه نص الملعب ويه? لعبة نص الملعب تكنس الكرة بلغة الكرة يعني وياخده الكرة التانية وبالتالي هو حافظ. لما جاتوا بقى الفرصة بتاعت الفاول خطف الجون. هو خطف الجون. ولا جي من تاكتك ولا جي من جملة ولا جي من شيء. لكن جي من خطفة. شود التاني لما شفنا بيتس موسيماني بيغالق اسلوب بدأ كان خالد عيدي يقول لعبته لا دي احنا هنزاوب بقى حاجة تانية. انا هشيل لاعب واحطي كمان لها في نص الملعب وهنبدأ نعتمد على الوينجين بتوعنا هم اللي يهاجموا. والكالطريقة ممتازة جدا. ليه بقى? لان انت في الشرط التاني نادي الاهلي بقى بيهاجم بطريقة اربعة اربعة اتنين. فانت بتتكلم ان في دايما اتنين داخل منطقة الجزاء. وهو مطير كل اللي لعبته موقف الاتنين المساكين على نص الملعب. لحكاب دي خالد عيدي عمل ايه? استغنى عن رأس الحرب. لك انا مش عايزه. انا هنزل واحد يلعب في خط الوسط. وهخلي عندي اتنين وينجات واقفين عند خط نص الملعب ما بيرجعوش. اذا الاتنين بتوع النادي الاهلي تقدموا. انا لازم اقول للاعبتي يخطفوا القورة في المنطقة دي وهوب اول ما تختفها العب العكسية. وعشان كده شفنا الشرط التاني نادي غزل المحلة بيقدر يختار دفاعات النادي الاهلي من اطرافها. فيش عمك انا مش عايز العمك خلاص. انا متقدم واحد صفر ربنا وفقني في هدف. والشرط التاني هبدأ العب عن مرتدات. مرتدات المحلة في شرط التاني. كان بيتلاعب من اين? من الاطراف. كل هجمات. وايه بقى? بيتحطوا في موقف واحد على واحد. دي خطورة. واحد على واحد. ترقص وتعمل معاك فاول ممكن تاخد رقصت انت انفرطت. ودي شفناها وفعل نادي غزل المحلة في نادي المباراة كان هيجيب الهدف التاني دولا ان اقافشة رجع الكورة شال الكورة على الخط. فتاكتك الكابتك كان خالد عيد كان واضح ومباشر. بيتس موسمين هي لعب العادي. لعب العادي بدون دراسة. ما حسسنيش ان هو درس اه ملعب غزل المحلة او درس اسطوب غزل المحلة. عشان كده الشهوط الاول بتلعب اربعة اتنين اتا واحد. ما نفعتش اقلب الخطة لأربعة اربعة اتنين. ولعب الكورسات اللي برضو كان الكابتن خالد عيد اه مستعد لها. وحتى في ناية المباراة نزل لعب مساك تالت عشان يقدر يطلع وينظف منطقة جزائق. اللي انت صعب جدا 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 انت تدقن الكورات العرضية قدام فرقة بتلعبك بهذا الكم من المدافعين. في كل احوال الانتصار كان انتصار مستحق النادي غزل المحلة هارد لك للنادي الاهلو بيتسو موسميني الهزيمة التانية للفريق ويه بيرفض اه الهدايا اللي بيقدمها له نادي الزمالك بالتعادلات المتتالية اللي شفناها سواء قدام المقاولين او قدام بيراميدز. وطبعا اكيد هيبقى يوم الخميس عندنا صهرة قروية اه يعني ساخنة للغاية ما بين الاهلي والاتحاد في اه جبهة ويه نادي الزمالك ونادي اسموحة في جبهة تانية طبعا قبل لقاء القمة المنتظر ان شاء الله يوم الحد الجاي. ده كان تحليل اه مطش المحلة والاهلي وين شاء الله بازن الله بازن الله اشوفكم يوم الخميس في تحليل مباراة الاهلي والاتحاد وين شاء الله الزميلي محمد مصطفى يحلل لكم مباراة الزمالك وسموحة. شكرا جزيلا كنت معكم كريم سعيد.